الولايات المتحدة بدأت تستثمر محاولة الاختيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي من أجل الضغط على إيران وإنهاء حالة الميليشيات بشكل تدريجي وهذه جاء طبعا بتصريحات مثيرة للغاية على الـ NBC News الأمريكية من مسؤولين موجودين في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاكون وكذلك مسؤولين أمريكيين في الـ CIA وهذه طبعا باختصار شديد جدا اللي قاله الآن أنه أصبحت قضية عملية أنه إيران أعطت الأوامر للميليشيات للقيام بعملية محاولة الاختيال السيد مصطفى الكاظمي من عدمها أصبحت عبارة عن معلومة وليست فرضية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الآن أصبحت قناعة كاملة في أمريكا وفي واشنطن بأن إيران لم تعطي أي أمر لهذه الميليشيات للقيام بمهاجمة رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي وبالتالي أصبحوا مقتنعين بأن هذه الفصائل الموالية لإيران هي التي قامت بقرار ذاتي وخاص بها في عملية محاولة الاختيال وكذلك أيضا فتحت عملية نقاشات واضحة جدا في الداخل الأمريكي والآن بدأوا يتحدثون بأنه على الـ CIA أن يساعد المخابرات العراقية بشكل أكبر وأن يصير تعاون من أجل حماية كبار الشخصيات مثل السيد مصطفى الكاظمي أو الوزراء اللي ممكن أن يستهدفوا من قبل هذه الميليشيات خاصة وأن هذه الميليشيات أصبحت معزولة والمعلومة صعب جدا الحصول عليها خاصة وأن إيران الآن أصبحت على ما يبدو بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية منقطع نوعا ما في ظل محاولة الاختيال التي نتحدث عنها الآن وبالتالي هذا طبعا كله صار بسبب وبعد عملية الاختيال اللي صارت في فترة الرئيسة الأمريكية السابق دونالد ترامب التي اختال فيها الجنرال قاسم سليماني وكذلك أبو مهدي المهندس ولكن على الرغم من أن هذه القصة اللي نشرت بالـ NBC News والتصريحات من مسؤولين الـ CIA ووزارة الدفاع الأمريكية تبرأ نوعا ما إيران في هذه القصة إلا أن مسؤولين في الـ CIA آخرين وصرحوا عن أسماءهم بشكل مباشر قالوا أن إيران هي أيضا يجب أن تتحمل مسؤولية ما جرى في حقيقة العراق وفي التوجه ضد مصطفى الكاظمي بهذه الطريقة وهذا واحد من الشخصيات اللي موجودين في الـ CIA وهو مسؤول سابق حقيقة في الـ CIA الأمريكي وهو طبعا اسمه نورمان رول وهذا صرح بصريحة العبارة للـ NBC بأنه إيران يجب أن تتحمل المسؤولية في ما جرى بشكل غير مباشر شوف شنو اللي قاله يجب أن لا نخفل حقيقة أن إيران أنشأت ودربت وواصلت ووجهت الجماعات التي من المرجح أن تقف وراء محاولة الاختيال لهذا السبب إيران تتحمل بعض المسؤولية عن هذا الهجوم وهذا الذي جعل الآن الأوساط الأمريكية تتحدث بشكل مباشر بأنه يجب أن تكون قضية الطائرات المسيرة من ضمن الأمور التي تتناقش في قضية المفاوضات النووية وهذا الأمر أصلا زعجت من إيران كثيرا عندما بدأ يوضع الحديث بهذا الشكل وبالتالي لأنه سابقا كان الموضوع أنه دعونا نعود إلى الاتفاقية النووية نوقع على اتفاقية متابعة من أجل مناقشة قضية الصواريخ الباليستية في إيران والميليشيات الموجودة في المنطقة الآن انضافت الطائرات المسيرة بعد قضية محاولة الاختيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي كما تحدثنا وخاصة أنها ثبتت أنه الآن شخصيات مسؤولة بدأت تستهدف كذلك الاستهداف الذي صار في قاعدة التنف من قبل الميليشيات كذلك بهذا الشكل بضربات دقيقة للغاية وأيضا لا ننسى هذه الناقلة من ناقلة النفط ميرسر ستريت قبالة سواحي العمان التي طبعا ضربت بهذا الشكل وقتلوا ثلاثة من طاقم هذه الناقلة والكثير من الحوادث الأخرى من ضمنها طبعا المنشآت النفطية الموجودة أرامكو في السعودية فلذلك الطائرات المسيرة أصبحت خطيرة للغاية والأمريكان يريدون يستغلون هذه القضية من أجل إيجاد عملية وقيود على هذه الطائرات المسيرة بكل تأكيد والآن هذه القضية طبعا الإيرانيين غير راضين عليها لا يريدون لمناقشة الميليشيات ولا الطائرات المسيرة ولا الصواريخ الباليستية بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلتزم وتعود إلى الاتفاقية النووية وترفع جميع العقوبات ولكن بايدن اتخذ خطوة مثيرة للغاية في ظل هذه التطورات وصدر هذا البيان الذي ترونه من البيت الأبيض وهو بصريح العبارة يجعل إيران في موقف صعب جدا وتحت المطرقة وإيران لن تتمكن من بيع قطرة نفط واحدة إذا ما تم تطبيق ما تم وضعه هنا في هذا البيان البيان هذا باختصار الإجام من بايدن وما قاله بايدن بأنه العالم كل الآن هناك إمدادات نفط كافية لكل دول العالم من دون الحاجة لشراء ولا قطرة نفط من إيران النفط اللي موجود في إيران إلى دول العالم ليزيد ولا ينقص أي شيء بالنسبة لدول العالم وهذه طبعا الآن الولايات المتحدة الأمريكية هي مجبرة كل ستة أشهر أن تبلغ العالم ودول العالم حول طبيعة الإمدادات النفط هل نحن بحاجة لإيران هل نحن بحاجة إلى أمدادات من النفط يمينا أو شمالا لازم يطون تقرير على هذا الأساس ولكن الآن مبدئيا هو وضع هذا البيان وطبعا هذا البيان هو موجه بشكل مباشر إلى الصين لأن الصين هي الدولة أكثر دولة تشتري النفط من إيران رغم كل قضية العقوبات التي نسمع بها طبعا هم الآن يشترون بآخر تقرير من رويترز نشر نصف مليون برميل نفط من النفط الإيراني يوميا خلال الثلاثة أشهر الماضية وبالتالي واضح جدا بأن بايدن يريد أن ينقض على هذه النسبة الكبيرة جدا وهذه الكمية الكبيرة جدا من النفط اللي تتساعد إيران كثيرا في طبيعة العملة الصعبة وفي طبيعة بيع النفط وعلى المستوى الاقتصادي لكي يتمكنوا من التنفس اقتصاديا الآن البعض قد يعتقد بأن الصين ممكن أن لا تتزم في طبيعة بيان بايدن كثيرة هي بيانات بايدن لن تغير شيئا ولكن المثير بأن هذا البيان هو يأتي قبل لقاء مهم جدا بين الطرفين بين بايدن وبين الرئيس الصيني يوم غد هناك لقاء مهم جدا بين الطرفين وستكون هذه القضية هي قضية أساسية ورح يطلبوا من الصين التلتزم في قضية عدم شراء النفط من إيران وهذه طبعا يجب أن ننتبه أيضا بأن الصينيين نوعا ما وضحوا وكانت هناك كثير من المؤشرات بأن الصين ممكن جدا تتزم بقضية ما يتفقون به مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة إذا ما نظرنا إلى آخر مثال لهذه الناقلة النفطية التي قامت الدنيا ولم تقعد عليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هذه الناقلة النفطية الفيتنامية التي كانت بها 700 ألف برميل من النفط الإيراني والتي عادت طبعا إلى السواحل الإيرانية وكانت عليها أكثر من قصة ولكن قبل أن تحدث هذه الأحداث هذه الناقلة كانت موجودة أمام الصين لمدة 6 أسابيع توقفت يحاولون بيع قطرة من 700 ألف برميل نفط إيراني وبالتالي في نهاية المطاف الصينيين لم يشتروا شيئا ورفضوا هذه الناقلة وعادت الناقلة وحدث ما حدث وهذا يوضح بأن الصينيين فعلا سيلتزمون وسيتفادون كثير من طبيعة العقوبات التي ممكن أن تأتي تجاههم بشكل مباشر وهذه طبعا ستضع أيضا إيران في موقف بأن عليها أن تستغني عن الميليشيات بشكل أو بآخر وأن عليها أن تخضع نوعا ما إلى الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد وطبعا يجب أن ننتبه في قضية الميليشيات وعندما نتحدث عنها بأن السعودية الآن دخلت على الخط في معادلة تفكيك الميليشيات الموجودة في المنطقة خاصة بعد هذا اللقاء اللي صار يوم أمس بين المسؤول الخاص ورئيس جهاز الاستخبارات والمخابرات السعودية بلقاء مع رئيس المخابرات السورية لنظام بشار الأسد التقوا بهذا الشكل وهذا اللقاء أصلا يأتي بعد ثلاثة أيام فقط من عملية اللقاء اللي صار بين الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية الإماراتي واضح طبيعة ترتيب أوراق كبيرة جدا ضد الميليشيات تحدث الآن في سوريا في طبيعة الضغط الأمريكي الذي تحدثنا عنه وهذا طبعا أيضا يأتي في ظل هناك التحركات على الأرض تحدث فالمرصد السوري الحقوق الإنسان أكد يوم أمس بأن هناك أربعين ناقلة من ناقلات التحالف الدولي دخلت من إقليم كردستان مباشرة عبر طريق سريع اسمه طريق أنفور عبر القامشلي هذه هي قامشلي هنا في الأراضي السورية طبعا هذا هو يعتبر المناطق اللي موجودة شرق نهر الفرات اللي هي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة الأمريكية هذه الشاحنات هي من المواد اللوجستية والمعدات التابعة للتحالف الدولي والأمريكية طبعا دخلت بهذا الشكل تقريبا إلى الحسكة اللي موجود بها طبعا التحالف الدولي والقوات الأمريكية بشكل كبير وليس هذا فحسب بل أنه كانت هناك أيضا 25 ناقلة أخرى للتحالف الدولي يوم 19 2021 أيضا دخلت بنفس الطريقة بنفس الاتجاه إلى الحسكة تجييش كبير جدا من الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي على المستوى السوري واضح بأننا أمام ترتيب أوراق كبير جدا وعلينا لا ننسى طبيعة المناورات التي حدثت مؤخرا على البحر الأحمر بين الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة تحدث هذه القضية بين إسرائيل وبين دولتين عربية والإمارات والبحرين يعتبرون مواجهة كبيرة جدا لإيران على الخليج العربي وكذلك كانت واضحة رسائل من الإسرائيليين مع هذه المناورات وقالوا بأنها رسالة مباشرة إلى إيران بأن عليها أن تخضع وعليها أن تستسلم وعليها أن تفكر في ما تقوم به من الوصول إلى القنبلة النووية اشتركوا في القناة